أعلن مستشار رئيس الوزراء لشؤون العمارة صباح عبداللطيف عن التفاوض مع شركات استثمارية لتوفير البنى التحتية في المناطق التي ستوزع فيها الأراضي السكنية ضمن مبادرة داري وأقال عبداللطيف أن البنك المركزي زاد من رأس مال الصندوق الإسكان وهذا ما سينعكس على القروض التي تمنح لبناء الوحدات السكنية وأضف أن المرحلة الثانية من مشروع داري هو قيام وزارة العمار بالتفاوض مع شركات استثمارية لتقديم الخدمة للمواقع التي سيتم توزيع الأراضي فيها مؤكدا أن الخدمات ستقدمها الجهة المستثمرة والمتمثلة بالبنى التحتية كالماء والكهرباء والمجاري والخدمات الصحية والمدرسية وغيرها اشتركوا في القناة